ومن العنوين إلى التفاصيل حيث بدأ بابا الفاتيكام فرانسيس الأول كلمته في المؤتمر العالمي للسلام بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب موجها تحية الإسلام ومؤكدا شرفه العظيم للتواجد على الأرض التي أشرقت فيها شمس الإسلام أو شمس الدين وأوضح البابا أنه جاء إلى مصر لإطلاق رسالة سلام ونبذ العنف الذي يرتكب بسم الله مطالبا شعوب العالم بالتعاون وحوار الأديانة فيما وصف شيخ الأزهر أزيارة بأنها جاءت في وقتها لدعم حوار الأديان وتصحيح المفاهيم المغلوطة في الدين وللتعقيبة على ما لدينا من أخبار بنرحب معنا في الستوديو بالأستاذ مصباح أطبو مستشار القسم الاقتصادي بالمصر اليوم أهلا بك معنا فانت أهلا مصاب يعني سؤالي لحضرتها كيف تقرأ حديث بابا الفاتيكان ودفاعها عن الإسلام ورفضه إلصاق تهمة الإرهاب كان فيه يعني النهاردة كلمة قالها البابا الفاتيكان وأنا أسمحولي حتى يعني بالسيدات والسيدات المشاهدين اللي قلت يعني إيه زي ما يكون خدها من لساني كلمة إنه إنه مصر اللي أنقذت البشرية من مجاعة السبع سنوات هي اللي حتنقذ البشرية من المجاعة المحبة أو المجاعة الرحية الموجودة وتبعث بالطمأنينة إلى قلوب الناس الذين يعني تضج قلوبهم وعقولهم بالتوتر والخوف والألأ في العالم المضطرب اللي إحنا فيه النهاردة الكلام كان كله يعني عامل بالمحبة وفكرني بأنه دي مصر حقيقة مصر الجعانة فعلا للمحبة واللي وجدتها في مثل هذه اللحظة مع رجل عظيم يؤمن بصدق بإسالة يعني الأديان وبأنه زي ما قال يعني إذا كنا بنعبد إلها واحدا فلما لا نكون على صورتي إذا كان هو رب المحبة والرحمة والرفق وكذا ليه إحنا كمان كبني أدمين بنعبده من يبقى إسنا متحلين بهذه الصفات أيضا يعني حتى اللفتات البسيطة من قبل مجيئه ورسالة اللي بعتها من قبل مجيئه هو في إيطاليا الحقيقة برضو كانت عاملة بالمحبة لمصر يعني كنانة الله في الأرض والأرض التي آوت السيد المسيح عليه السلام وانطلقت منها يعني الرسالات الأديان السماوية وتجاورت فيها السلاسة يعني من غير عنف ولا إكراه ففي كل الحالات يعني هذا رجل عظيم يقدم رسالة طيبة جدا في وقت غاية في الأهمية لمصر وللمنطقة وللعالم متعلقة بسلام حقيقي لا يتلاعب به الساسة ولا أصحاب المصالح ولا الشركات العالمية ولا المؤامرات في مطابق أجهزة المخابرات في الدول التي اعتادت على التخريب والتدمير من أجل نهب مقدرات دول أو هكذا فبالتالي إحنا مع رسالة ممتدة وإذا كانت فوكسي نيوز بتقول هل تكفي وانا عرف أنه سوال حتى الحقيقة فيه من الخباسة ما يكفي يعني يوم ونزيارة لمدة يوم ونصف عشان تغير كل اللي كان موجود في مصر ده من عدائيات ده حسب كلامها يعني ومن مسندة من الأزهر لداعش وهذا إفك كبير يعني من مثل هذه الخناة وموقف من الأقباط أنا بقول أنه لحظات ولو لحظات قليلة من هذا الحضور السامي لقدسة البابا مع شيخ الأزهر مع البابا تودوس كافية جدا لأنها تنعش الروح المصرية والوجدان الإنساني على العموم يعني ترجمة نانسي قنقر